اشتركوا في القناة اغادر البلاد حاليا الى موسكو لعقد لقاء هام جدا مع الرئيس الروسي بوتين سنبحث الاوضاع في سوريا والملف الايراني والاحتياجات الامنية الاسرائيلية اثمن كثيرا العلاقات المباشرة والممتازة التي تسود بيننا وبين الرئيس الروسي وهذا مهم جدا لامن دولة اسرائيل القومي تغير دفة الحرب لصالح الجيش السوري مؤخرا لا سيما بعد تلقيه دعما عسكريا روسيا ادى الى تغير في النهج الاسرائيلي تجاه الحكومة السورية وفقا لمراقبين يرون ان صفقات امريكية روسية واخرى اقليمية جعلت اسرائيل تستسلم لفكرة سيطرة القوات السورية على المناطق الحدودية والعودة الى اتفاقية فك الاشتباك الموقع عام 1974 رغم تأكيدات اسرائيلية مستمرة بعدم القبول بتموضع عسكري لايران او لحزب الله في سوريا زيارة نتنياهو الى موسكو يتزامن معها وصول علي اكبر ولاية مستشار المرشد الاعلى لايران لنقل رسالة المرشد الى الرئيس بوتين رسالة فيما يخص موقف طهران من الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه ملف لا طالما اثار قلق نتنياهو اشتركوا في القناة